موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان تحية المحبة والسلام والنعمة في شخص ربنا يسوع المسيح اليوم حلقة خاصة مميزة مع ضيف خاصة مميزة أيضا العالم في هذا الأسبوع بيحتفل في اليوم العالمي للمرأة وطبعا هذا الاحتفال يمكن مجددا أو مؤخرا صار ولكن الكتاب المقدس بيحتفل في المرأة وقيمة المرأة وتميز المرأة طبيعة وعمل المرأة من قديم الأيام ولسيما شخص الرب يسوع المسيح الي رفع مستوى المرأة أنا بدعوك اليوم تشاهدوا هذه الحلقة وطبعا العنوان أو التلفونات رح تظهر على الشاشة إذا بتحب تتواصل معنا رح تشوفونا على قناة الحياة وعلى الفيسبوك كمان واليوتيوب منحب نسمع منكم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مسعد الأخت اليان مسؤولة عن خدمة كثير كثير حلوة وكثير كثير مهمة خدمة ست الحبايب أهلا وسهلا أخت اليان شكرا أسيس أنا بدي أشكرك كثير على الاستضافة امتياز كبير أن نكون معك في هذه الحلقة هذا شرف كبير كبير لأننا من زمان منحاول نستدعيك ولكن نشكر رب من أجل التوقيت الإله العالم بيحتفل في اليوم المرأة العالمي إيش هذا اليوم لو حبيت تعطينا فكرة وفكرة لكل المشاهدين شكرا على السؤال اليوم العالمي ابتدى يحتفل فيه العالم سند 1909 وأهميته هي أنه النساء في العالم بلشت الطالب وتعرف أنه إله حقوق وعندها لازم الطالب لازم يكون إله صوت فهذا الاحتفال ابتدى من هذا الوقت وطبعا كان فيه مظاهرات كبيرة نزلت ستات فوق الـ 15 ألف ست أمرأة نزلوا حتى يطالبوا بحقوقهم يطالبوا أنه لازم يكون عندهم صوت في هذا المجتمع نزلوا وين في أي بلد؟ في نيويورك في نيويورك فهيكي ابتدى وبلش من يتفاعل وطبعا الستة العربية والستة المؤمنة وكل الستات كل حدا مننا بحب يكون إله صوت فهيدا شي رائع لأنه بحب أقول أن المرأة هي نصف المجتمع فكمان يجب أن يكون في إله صوت لكن في شيء لفت انتباهي وحبيته كثير هو الخدمة التي تقوم فيها خدمة ستة الحبايب أعطينا فكرة عن إيش تعمل أخت إليان الحقيقة خدمة ستة الحبايب هي ابتدت أول شيء في لبنان كانت تحت عنوان أنا أمرأة وفي لبنان ابتدينا وكان في حاجات كبيرة صارت وكانت صار في الحرب على لبنان وكانت هذا الحرب لحوالي 33 يوم فبهات 33 يوم كانوا العائلات كلهم تشردوا وإجوا على مكان ونحن كمؤسسة مسيحية نزلنا لحتى نشوف شو الحاجات وخدمنا هون وشفنا الحاجات أنا كوني عندي خدمة كان بالسودان وبمصر وكنت أعرف أنه في حاجات كتير كبيرة لكن ما كنت أعرف أنه ببلدي في لبنان هناك حاجات كبيرة للمرأة فمن هذا الحدث الذي صار مثل الرب فتح عيني وفرجيني أن هناك حاجة كبيرة للمرأة وهيك بدأت خدمة أنا أمرأة في لبنان والرب بركنة كتير وكانت خدمة رائعة بس جيت على كندا جيت بنفس الفجن اللي ربنا أعطيني إياها وقلت أنا أكيد بكندا يمكن ما في حاجات يمكن بكندا السطة العربية لأنه إجيت على هالبلد تغيرت حاجاتها لكن للمفاجأة لقيت أن السطة العربية بهذا البلد كمان عندها نفس الحاجات فالمرأة هي مرأة وينما كانت والتحديات الموجودة موجودة وينما كان وأنا أكيد أنه في كل بلدان العالم في تحديات طبعا تتفاوت لأنه المرأة ممكن تكون تقدمي تصار عندها أكتر إمكانيات لكن في حاجات كبيرة فمن هون ابتدت خدمة ستة الحبايب ابتدأت خدمة ستة الحبايب وحكت لنا عن الخدمة لكن إذا ممكن تشاركينا أي الخدمة شو نوعها وإيه بتقوم وأهداف هذه الخدمة صح خدمة ستة الحبايب هي مؤسسة مسيحية لكن بتعتني بشؤون المرأة من كل النواحي الناحية الاجتماعية بتعتني بشؤون المرأة من الناحية الفكرية بتعتني بشؤون المرأة من الناحية الروحية كمان بالنهاية خدمة ستة الحبايب هي خدمة حتى يكون للمرأة إلى صوت حتى تقول أنا موجودة حتى قدر تعبر عن رأيها حتى يكون متساوين كلنا سوا كستات من أي بلد عربي كنا موجودين كلنا مثل بعضنا. حاجاتنا هي نفسها. عندنا أمور كتير بدنا نقولها. فهذه الخدمة هي مساحة لكل ست تقدر تحكي فيها. ونحن طبعا عندنا برامج كتير لتمكين المرأة. لتمكين لتشديدها. لنعطيها التولز حتى تصير إمرأة تقدر توقف على إجرائها. طيب ممتاز. وهذه الخدمة طبعا ستة الحبايب هي خدمة زي ما بيحكوها في نورث أمريكا. نان بروفيت أورجانيزيشن. خدمة إنسانية. لا تبقى بربح. صح. يعني وتقوم في مساعدة المرأة. صحيح. هي خدمة إنسانية نان بروفيت أورجانيزيشن لجميع الستات العرب. من أي انتماء. من أي طائفة. من أي عرق. يعني كل الستات أهلة وصهلة فيهم بستة الحبايب. طبعا خدمة هي في كندا. بس هل ما زالت خدمتك متواجدة في الشرق الأوسط كما ذكرت. هلأ خدمة أنا أمرأة في لبنان بعدها ماشي. وكمان في خدمة من أنا أمرأة في لبنان لمصر والسودان. ولكل البلدين العربية. فيه خدمات كتير عم تنقام بهذه الأمكان. لكن خدمة ستة الحبايب هي هلأ حاليا بكندا. وإذا الرب فتح أبواي بتاني أكيد نحن جاهزين. أكيد لخدمة ستة الحبايب اسم حلو. أعجبني فكرة ابتديتي فيها بتقولي المرأة نصف المجتمع. لو حبيت تعرفي المرأة شو تعريفك للمرأة؟ بالحقيقة المرأة هي نصف المجتمع. لأنه ما فيه رجل إلا هو إجاب من أمرأة. ومن اللي ربها الرجل هي المرأة. فالمرأة حقيقة هي نصف المجتمع. المرأة هي الزوجة. المرأة هي الأم. المرأة هي الصديقة. المرأة هي الإخت. المرأة هي فيه إلى أدوار كثيرة. الجدة. الجدة طبعا طبعا. فالرجل والمرأة حقيقة هن متساوين. متساوين ربخ. لقوا رجل وأنثى. متساوين. لكن مختلفين في الأدوار. لكن هم متساوين. وإذا حبينا نتحرك أكثر في الموضوع. أنا دائما أقول من دراستي للحضرات القديمة والديانات مقارنة الأديان. أرى أن المسيح هو الوحيد الذي رفع من شأن ومن قدر المرأة. حقيقة 100% لأن كل الحضرات المرأة كانت تحط من شأن المرأة. لكن المسيح رفع من شأنها. وغير كل المفهوم. وإذا أريد أن أعطيك مثل بسيط. السامرية. السامرية كانت إمرأة خاف تتواجد بين الناس. كانت تروح على البئر بالظهر. طقت الشمس بالحر. كانت تروح حتى لا تحكي مع أحدا. لكن بس التقيت مع المسيح وعملت هالحوار هي والمسيح. المسيح أعطيها سلام وعطيها صوت. وراحت على المدينة كلها. وخجلت. كانت تنادي بالمسيح. تعالوا انظروا إنسانا. قال لي كل ما فعلت. هذا الصوت الذي نحن نطالب فيه. هذا الصوت الذي بدنا يكون للمرأة. أن تستطيع ترفع صوته. تقوله ما بده. ما احتياجاته. المثل تاني. كما يمكننا أن أعطيكه عن المرأة. هي المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. جريمة الشرف التي نعاني منها كثير في مجتمعاتنا. جريمة الشرف. جبوه وقدم المسيح. قالوا له مثل هذه ترجم. أنت شو بتقول؟ قالوا المسيح من منكم بلخطية فليرميها بحجر. طيب يا جماعة وينوز الشخص الزيني معها. ليش ما نحنا مثل ما جبناها نجيبه؟ ليش هالتمييز؟ ليش المرأة حيطواطي مثل ما منقول؟ ليش لقتناها إلى وهذا اكتركناه؟ لكن المسيح أبدا كان موقف مختلف. رجع الأمور إلى نصابه. نحن عايشين في مجتمع ذكوري طبعا في الشرق الأوسط ودائما بركزوا على قيمة وأهمية الرجل. مع أنه اليوم والحق يقال أنه فيه تحركات كثيرة التي تطالب في أمور حرية المرأة زي أي حريات أخرى. صحيح. هذا كثير مضبوط. تحسن كثير الوضع. لكن بس تدخل إلى مجتمعاتنا العربية للأسف بتلاقي أنه بعدنا كثير كثير فيه أشياء كثير لازم نشتغل. وهذا اللي وجدته بعلاقاتي مع كل الستات العربية اللي جيين من كل مختلف البلدين العربية. بس تدخل إلى أعماقهم بس تتحدث معهم بس تشوف احتياجاتهم بتلاقي جيين وحاملين هالباكيج اللي جاي معهم. الرجل بعده الرجل شرقي والمرأة بعدها امرأة عربية عندها هذه المشكلة. نحن بحاجة فيه تحديات كثير نحن بحاجة نشتغل على هذا الموضوع حقيقة. وكمان عشان اعترافات يعني هاي المشكلة كمان في المسيحية بتشوفيها بشكل يعني مش بس مجتمع معين حتى بين المسيحيين بعانوا من هذه المشكلة. للأسف أنا رحت على بلدين عربية كنت اخدم فيها مع الستات بس نكون أنا وزوجي عمل نخدم سوا لأنه فيه رجل معنا وفيه اخوة اخوة مؤمنين قصص وخدام كانت المرأة ما تقعد معنا بس طبعا أنا بهذاك الوقت ما كنت تقبل لقعد على الطاول إلا ما كل الأخوات يكونوا موجودين لأنه نحن لازم نرد هذا الاعتبار لازم نقول للأخ المؤمن لازم نقول للأسيس أنه المرأة رب ما فرقها وما ميزها فيه أدوار مختلفة أنا معك مية بالمية لكن هي متساوية فيها تقعد على نفس الطاولة ويكون إلى صوت هي والرجل ذكرت أنه يعني إحنا متساويين وعننا نفس الاحتياجات النفسية الروحية الاجتماعية الجسدية وهذا طبعا لكن فيه تميز وفيه دور ممكن توضحيننا أكتر الفكرة في دور المرأة دور المرأة فيه إلى أدوار مختلفة يعني المرأة هي بتربي نعم هي بتربي مثلا هي بتحمل الولد تسعة أشهر الرجل ما فيه يعمل هذا الشي المرأة هي بتوجه الأولاد هي بتعتني هي بتهتم بالبيت لكن بتتعاون مع الرجل أنا أؤمن أن الرجل والمرأة بيقدروا ياخدوا أدوار هو عنده دوره هي عنده دوره بس كمان فيه بعض الأدوار هو ممكن يساعد مثل ما المرأة اليوم عم تطلع على حق للعمل وعم تشتغل وعم تساعد الرجل الرجل كمان ممكن كثير يساعد بالبيت مش عايب أبدا أبدا مش عايب أن الرجل يحط إيده مع المرأة وهذا شي كتير حلو لأنه هذا بيخلي فيه تفاعل بين بعضهم وبعدين مثل ما هي عمال تتعب جوا وعم تتعب بره هو كمان إذا اوكي إذا بيتعب جوا وبتتعب بره بس فيه إشي طبعا إشي خاصة بالمرأة الحمل هو ما فيه أكيد هي بدها تحمل وتولد وهي اهتم بالطفل هاو بس إذا هو ساعد كمان ما لديه مشكلة أبدا ما بتلقيمته يعني بدنا نعرف هالشي أنه الرجل المسيحي ما بتلقيمته أبدا إذا حط إيده مع مرطه إذا سعده إذا اهتم مثل ما هي عم تهتم بالأولاد هي إلي دور بالتربية هو إلي دور بالتربية تربية مش بس للمرأة لاتنين نعينتنا سوا بنا الرب نعينتنا سوا فينا نكون عم نشتغل سوا بالبيت مثل ما أنا وزوجي بطلع بشتغل كمعين هو بيقدر يكون معي بالبيت عم بساعدني الإيمة ما بتقل سدقنا أسيس إيمة الشخص هو جواته إيمة الشخص مش فيه بعمل إيمة بجواتي عنا مثالنا الأعظم يسوع المسيح بينما كان التلاميذ بيتخاصمه عن من هو الأعظم في لوقات 22 بيتكلم كان فيه مشاجرة لكن نشوف نفس الصياق الحديث في يوحنى 13 إنه المسيح أخذ من شفاه وابتدى يغسل أرجل التلاميذ وعلم عن العظم الحقيقية عن التواضع الحقيقي وتعليم المسيح وعن المحب المتفانية ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباه وهذه المحبة التي هي الطابع هي الختم هي العلامة هي التي بميز البيت المسيح لما فيه محبة كل المجد بعود للرب بعودش فيه أدوار نعم ولكن كل التحركات تكون من خلال المحبة 100% المحبة هي رباط الكمال هي تقول عننا المسيح فإذا فيه محبة أنا مستعد أعمل أي شيء لأجل زوجي وإذا هو حقيقة عنده محبة مستعد يعمل أي شيء لأجلي حتى اتنينتنا ننجح في تربية الأولاد في الأسرة التي ننشئها في تنشئة الأجيال في الخدمة التي نخدمها لأنه بالنهاية كلنا لدينا أدوار لدينا خدمة بالكنيسة لدينا خدمة بالبيت لدينا خدمة بالمجتمع فإذا لم يضعنا إيدينا ببعض لن ينجح العمل إذا كان فيه المفهوم وهذه المحبة وهذه التطحية متبادلة أفتكر أن دور المرأة يكون دور ناجح يعني لما كنت بتواصل معك وعن بسألك عن الخدمة يعني حططيها بشكل شكل كتير كتير حلو أنت قلت أنه ست الحبايب هي مؤسسة إنسانية مسيحية لخدمة النساء العربيات من كافة الأديان وبعدين حكيت عن الأهداف تمكين المرأة وتنمية قدراتها ووعيها ومعرفتها التحقيق ذاتها شو بتقصد في هاي الجملة بالحقيقة تمكين المرأة شغلة كتير مهمة يعني نعطي أدوات للمرأة تكون قوية تعرف المرأة شو حدودها تعرف المرأة شو إمكانياتها تعرف المرأة شو حقوقها لازم تعرف وهذا بتعمليه عن طريق المحاضرات وهذا منعمل ورشات عمل منعمل محاضرات منعمل لقاءات منجيب أشخاص اختصاصيين في هيدا الموضوع بيحكوا شو هي حقوق المرأة كيف ممكن تتعامل مع زوجة كيف ممكن تربي يعني منعطيها هيدا التولز منسمح لمجال انه تحكي وأهم شي بس نعمل حلقات ورشات عمل منفتح الفلور حتى كل الستات يعبروا عن قراءهم شو هني بيحسوا هيدا بيطلع بيعطيهم صوت بيعطيهم صوت وهيك منجرب نتعامل مع الاحتياجات يلي عندهم فتمكن المرأة شغلة كتير مهمة إذا أنا ما بعرف شو حقوقي يعني مثل المحارب يلي هو جاهز يحارب لكن ما عنده سلاح بينجح بالحرب أبدا نفس الشي المرأة هي مجاهدة ومحاربة وهي على الخطوط الأمامية هي على الخطوط الأمامية لازم يكون في إداية تولز لازم تعرف الحقوقات تعرف واجبيتها تجاه جوزة تجاه بيتها تجاه تربيتها تجاه الكنيسة لازم تعرف لنعرف هول كلهم لازم يكون في حلقات تدريب لازم يكون في توعية وهي دي اللي أنا بظن كمان نقصتنا بالمجتمع المسيحي والتوعية مهمة جدا بسفر الأمثال مكتوب حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيرها فإذا كل الموضوع هو في إيد المرأة فعلا وأيضا مكتوب بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت وفعلا لما منمشي على المبدأ الكتابي المبدأ المسيحي هذا هو الشفاء والعلاج لكل الأمراض اللي بمر فيها المجتمع من الضغوطات والذكورية والعنف وإلى آخرها أكيد أكيد مية بالمية بدي زيد شيء عن الحكمة في فرق كبير بين الحكمة والمعرفة المعرفة شيء والحكمة شيء تاني الحكمة هي تطبيق المعرفة عمليا هاي الحكمة إذا أنا بعرف كتير لكن ما بطبي أنا مني حكيمي وأنا بدعي كل الستات كل النساء كل السيدات المؤمنات بيعرفوا كتير الكتاب المؤدس قريين كل القصص طب أدي عم بتطبق يا أختي هيدا مهم إذا أنت بتطبق يعني أنت حكيمي بس إذا أنت بس بتسمع الوعظة وإذا أنت بتقري الكتاب المؤدس وإذا بتقري كل كتب العالم حتى تعرف أكثر لكن ما بتطبي أنت منك إمرأة حكيمة لأنه في نساء عم بشاهدون أخت إليان وأنا عم بتطلع عن الرسالة والأهداف إذا ممكن تشاركيها لأنه فعلا نقاط كتير كتير مهمة ومش بس بتفيد المرأة بتفيد كمان الرجل يعني تفضلي أهدافنا ورسلتنا هي أول شيء تمكين المرأة مثل ما قلت أنه نعطي تطوير وبناء قدراتها يعني نشوف شو عندها قدرات ونجرب نشتغل على هيدا الموضوع من خلال اللقاءات مع السيدات هيدا منعرف شو الحاجات ومنعبي هيدا الحاجات نعلمها عن القيادة بصراحة بس أحكي عن موضوع الليدرشيب للمرأة كثير بيجيني هيدا الأسئلة أنه أنا مني ليدر أنا مرأة بالبيت أنا ست بيت كيف بدي أكون ليدر حقيقة القيادة منى قيادة أنه نقف بمكان مثل هيدا أو نقف نوعز أو نقف نقود مجموعة القيادة فيك تكون قائدة ببيتك فيك تكون قائدة مع زوجك فيك تكون قائدة مع أولادك تربيهم فالقيادة بالأشياء البسيطة تعرف تأخذ قرارات صائبة هيدا القيادة فإنحنا بحاجة أنه ندرب ستاتنا على مفهوم القيادة المسيحية والقائد المثالي قدامنا هو المسيح المسيح هو القائد يلي يلي ولا مرة ولا مرة إشتل عنده إمرأة إلا ما عملها بأقصى درجات الاحترام بأقصى درجات الاحترام وبدأ أقول إذا بنقرب الأنجيل كلهم القصص عن النساء يلي اتعامل معه المسيح كتير أنت عارف يا إختي أنه مريم العذراء هي يلي حملت المسيح والملك إجي حكيها إله بيضاوي ما إجي عند يوسف إجي إله وقال له إله قبل ما يجي عند يوسف وهذا أمر بشرف المرأة الثاني شي هي يلي ربت المسيح بعدين هي يلي بس المسيح مات على الصليب كانت واقفة على الصليب صح فكان في إله تواصل كبير مع المرأة المسيح هن اللي كانوا النساء كانوا يخدمنا هن من أموال هن هن اللي كانوا يخدموا بالكتاب المؤدس ما في أكتر من لقاءات المسيح مع المرأة وكان عطول يرفع من قيمة وشأن المرأة بعدين حتى نقول بناء الشخصية والصورة الذاتية الإيجابية والثقة بالنفس هذا موضوع كتير مهم المرأة لازم نعليلها ثقاتها بنفسها ليش المرأة ثقاتها بنفسها متدنية لأن التربية تبعها المشكلة بالتربية ربياني بمجتمع ذكوري صبي أهم من المرأة صبي أهم من البنت بس يخلق صبي بيفرحوا بس تخلق بنت عادي يعني جتنا بنت ويبقالوا بروفايل ليه؟ لأنه عم تربع بهذا المجتمع سيئتها ما عندها سيئة بنفسها لأن المثل هم البنات للممات بس هي بغلط هم البنات مش للممات سوري نحنا أبدا أنا ما بوافق على هالرأي البنات همهم مثل هم الصبيين وهم الصبيين يمكن أكتر في مشاكل بوجهها الصبي كتير صعبة الفهم عارفي يعني إذا حكت البنت باعتبرها تمرد عم تتمرد على الأسرة بينما هي بتشارك بفكرها صح وأنا بقول أنه الست والمرأة عندها فكر رائع خليه رائع يعني الأفكار اللي موجودة عند المرأة أفكار كتير حلوة وإذا بنتطلع بالعالم قديش فيه سيدات نشحات فيه كتير ستات عملوا فرق بس خلينا نعطيهم مجال خلينا نعطيهم مجال البنت والصبي نفس الشي بعدين التفعيل دور المرأة في البيت والمجتمع دورة كزوجة كأم أخذ القرارات الصائبة تعليمة أهم شيء لازم نعلم المرأة فيه مجتمعات كتير بعدها لهم المرأة ما بتروح المدرسة البنت ما بتروح المدرسة الصبي قبل لازم يروح يعني يمكن أنا بقول نحن بكندا هنا ما فيها المشكلة لكن بالعالم العربي موجودة موجودة يعني بكفة تاخد السرتيفيكات ويمشي الحال لا لازم تتعلم مثلها مثل خية يعني خلينا نعلمها خلينا نتقفها خلينا نعطيها هذه التولز وأكيد المجتمع رح يتغير وكمان إحنا متأثرين في مجتمع شرقي أنه الورثة بتروح أكتر للأولاد مش للبنات الشهادة عشان يعترف فيها يعني شهادة رجل أو مقابل شهادة نساء اثنين أو ثلاثة لأخير فبرضو المجتمع خلق يعني إشكالات وكأنه الوضع صار مقبول في هذا الوضع مشان هيك بدي أقول أنه الوضع مش مقبول الوضع أبدا مش مقبول ونحن بحاجة أنه يكون فيه مؤسسات مسيحية تعنى بهذا الشأن حتى الأمور اللي موجودة بالبلاد العربية حتى الدولة نفسها حتى المنظمات الموجودة يجب كلها تشتغل على تغيير القوانين أنا مع فكرة تغيير هذه القوانين لحتى ندرساعد نحن بحاجة أنه نغير ونطور هذه القوانين لحتى يكون فيه مساوية بين المرأة وبين الرجل والغريب أنه كل الدول بتمضي على وثيقة الأمم المتحدة على أساس حرية الدين وحرية المرأة وحرية كده وفي البلد بتتعامل بطريقة تانية كله حبر على وراء ربنا يعطينا أن يكون عندنا وعي من هذه الناحية وأنا أقول ياريت الكنيسة بتاخد دور رائد بهذا الأمر أنا بتمنى من قلبي أن الكنيسة تاخد هذا الدور وهذا ما فيه انتقاص أبدا 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 لحق الرجل ولا لوضعه ولا لدوره ولا لشيء نحن بحاجة أنه نوقف هذا الوقف لأنه بالنهاية بدي أقول لك أنه هذا الرجل اللي واقف ضد المرأة مين ربطه؟ مش أمه؟ مش أمرأة اللي ربطه؟ نعم طيب معناتها نحن لازم نعمل هذا الموقف لازم نأخذ هذا الموقف هذا كتير كتير مهم فيني أقول شغلي كتير مهمة بأهدافنا نعلم المرأة أنه لازم تحب محبة غير مشروطة وهذا كتير مهمة يعني نحن دايما صعبة صعبة دايما أنه منحبك إذا عملت هيك دايما فيها الإذا فيني أعرف هالشيء أنه أنا لازم أحب محبة غير مشروطة شو ما كانت بنتي شو ما كان ابني شو ما كان لازم حب غير مشروط كنتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم أليس الخطة يفعلونها كم بالحري بعائلاتنا كم بالحري بعائلاتنا بعدين التواصل المرأة أهم شيء لازم نعلم وندرب المرأة تعرف تتواصل مع الله يعني بدون بدون أي شكليات فيك تتواصل مع الله كيف ما أنت وين ما أنت يعني بالصلاة أصدقى بالصلاة طبعا بالصلاة بقراءة الكلمة بالتنمية حياتها الروحية هيدا كتير مهم هيدا كتير مهم حتى بالخدمة اللي هي بتخدمها لازم هيدا نشتغل عليه حتى يكون عندها ثقة بنفسها يعني مش بس أنه فيها تصلي الحالة بقضطها فيها تصلي مع مجموعة مثلا خلينا ندعمها فيها تصلي بالكنيسة فيها تصلي مع مجموعة سيدات فيها تقود اجتماع سيدات نعطيها المجال نعطيها المجال لازم بعدين المرأة بس تتواصل مع الله بغض النظر عم نحكي إن كان بالكنيسة أو بالبيت بصير عندها سلام وفرح داخلي بصير عطاء مختلف بناء داخلي مية بالمية مية بالمية بناء روحي نحن دائما نحكي على أساس أن المسيح رفع من قيمة المرأة الإشكالة اللي كان بواجهه المسيح هو التقاليد مش الكلمة صحي فاليهود كان عندهم تقاليد بس العهد القديم بيتكلم عن سارة زوجة إبراهيم بالإيمان بيتكلم عن يوكباد أم موسى وهارون ومريم أخذت قرار خطير جدا لما أخفت موسى وهكذا بتقرأ عن رعوت بتقرأ عن دبورة وهكذا في نساء كتير حقيقة في العهد القديم كان عندها دور ريادي مش بس فلا ولما سألوا يسوع المسيح رجعهم عن البدء يعني بدء الخليقة من البدء خلقهما ذكرا وأنثى ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا هو غرض الله مية بالمية حقيقة ذكرت يوكابد وأنا وعم حضر كنت دايما أفكر فيها هالأمرأة الرائعة يلي بهذاك الوقت أخذت قرار صائب خبت ابنه بعدين عملت خطة عملت خطة ما بيذكر الكتاب أنه زوجة تدخل بها الخطة هي كأم وكأمرأة عملت خطة رائعة كبيرة مهمة أخفت ابنها وحطت بنتها تنطر وكانت مستعدة أن تضحي بكل شيء وتروحي تكون مرد على ابنها فينا نقبلها حالنا كأميات وكستات نعمل كلها وكانت امرأة حكيمة كان عندها قرارات حازمة وخطر وبدأ أقول شغلي ما خلت عاطفتها هي تمسك زمام الأمور وكم من المرات كنساء منخلي عاطفتنا تشتغل في مرات لازم نكون قرارنا حازم نحط العاطفة على جنب ونشتغل بقرار حازم وهذا اللي عملت ويوكابد وعلى فكرة هي رضعت موسى وكانت تقبض المصاري المعاش صحيح بفلوس زكية كانت زكية جدا مع كل احترام طبعا للكل بس أنه فعلا فيه دور ريادة للنساء مثلا مثل دبورة يعني قادت في معارك في حرب وانتصرت حقيقة قالت له لقائد الجيش قالت له تظهر معي بتمشي معه قال لي إذا لم يمشي قدامي وهذا تحدي إذا لم يمشي قدامي أنا ما بروح على الحرب فهذا تحدي كان كثير كبير وأبي جيل اللي أنقذت داود من كارثة من مجزرة من دم وأنقذت حياته لأنه كان مسيح الرم كانت حكيمة جدا اللي اللي عملته كان رائع بحياته رح نأخذ فاصل وبعد الفاصل أنا رح أسألك على التحديات أوكي إخوتي وأخوات المشاهدين عم تسمعوا شيقة ولكن صدقون الخدمة أكبر من هيك اللي بتقوم فيها الأخت إليان وأكيد عندك صفحة أو فيسبوك أو إيميل طبعا طيب رح نعطيكو إياها كبعد قليل ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا مع الأخت إليان بخدمة ست الحبايب أهلا وسهلا أخت إليان شكرا لفيك قبل الفاصل ذكرت أنه في تحديات وموضوع التحديات عاوز أسألك السؤال بطريقة بتختلف في ناس بتفكر أنه المرأة المسيحية يمكن تحدياتها بتختلف عن المرأة بشكل عام إيه الأشياء المشتركة في التحديات بين المرأة عموما بغض النظر شو خلفيتها والمرأة المسيحية وهل فيه اختلافات شكرا على السؤال تحديات حقيقة تقريبا هي نفسها مع العلم أن المرأة المسيحية عندها المسيح عندها رجاء عندها رجاء عندها شي مختلف لكن بسبب المجتمعات اللي نحن فيها بسبب التربية اللي تربط عليها المرأة بسبب كل هالمعطيات الموجودة التحديات هي نفسها أول تحدي هو بتحسها لهي أقل من غيرها الدونية هيدا الفكرة لازم نقدر نتخطاها هيدا بتصير بطريقة تعليم المرأة وتعريفها أنه هي منا أقل من غيرها هي قادرة تكون مثلها مثل غيرها هيدا عدم الثقة بالنفس والدونية وتحس حالة أنه هي لازم أعطوكم في رجل حد يحميها منا بحاجة منا بحاجة يكون في حد رجل يحميها إذا هي بتعرف حقوقها وبتعرف التزاماتها وبتعرف شو عندها بتقدر تكون أمرأة ناجحة بدون محدا نحميها بكل بساطة فهيدا تحدي كتير كبير لازم نرفع من شأن من شأن المرأة نعلمها أنه أنت رب شافيك بمنظار مختلف لو ما هيكي رب ما إجا ما إجا من أمرأة ما إجا واختار مريم العزراء كان عمل يمكن طريقة تانية للخلاص ما بعرف شو هي لكن هو إجا حتى يرفع من شأن المرأة غير غير كل شي المسيح حقيقة إذا نقرأ بالأناجيل غير النظرة كاملة لكن أنت الفكرة اللي عم تحكيها أنه المرأة تأخذ قرارات صح تصنع القرارات مش المقصود أنه مش بحاجة لرجل يعني لا لأنه حكيت في البداية عن دور طبعا دور الرجل دور المرأة أو الكتاب واضح ويكون الاثنان جسد واحد مئة بالمئة أنا ما عم بالغد أقول للرجل لكن اللي عم قوله أنه لأنه بمجتمعاتنا ما فيها تعمل شي إلا ما يكون فيه معا يا خية يا بية يا رجل تاني إذا هي متزوجة فهذه المشكلة عم تخلق لضعف بشخصيتها نحنا بتربيتنا للمرأة نفهم أنك أنت فيك تكوني مثلك مثل خيك فيك تأخذ القرار فيك تختاري أنت شو بدك تدرسي فيك أنت تختاري شو بدك تشتغلي فيك أنت تأخذ هذه الأرارات الكبيرة بحياتك فيك تخذيها بدون مساعدة أي شخص تاني إن كان رجل أو أمرأة أو مكان لكن لازم تعرف تأخذ أرارات لازم يكون عندها ثقة بنفسها بكل بساطة أكيد بعدين شغلة كثير مهمة أنه الجهل فيه جهل فيه تعصب التعصب والجهل هيدا بخفف كثير من دورة من دورة ومن بصير عندها تحدي أنه أنا ما أعرف شي أنا مش قدر أعمل شي إذا بتنتمي لأي لأي ديانة فيها تعصب حتى في الديانة المسيحية إذا بناخد بالديانة المسيحية التعصب التعصب بيخلي برأة ضعيفة وبيقود للتطرف والتطرف للتزمت 100% وكأنه بيحتمي في الدين كسترة ولكن من جوه مثل ما ذكرتي مهمش 100% يعني ضايع 100% أنا دايما بقول نص العدل هو النص لا هون ولا هون بالنص خلينا ناخد الشي دايما بإيجيبية خلينا ناخد الشي بدون تعصب بدون تطرف خليني أسمع الآخر شو بقول نعم خليني أتعلم أسمع الآخر هذا أمر كتير مهم على المرأة ما يكون عندي لا جهل ولا تعصب ابعد عنه بس وين فيني يشوف تعصب ابعد عنه وفاتي شو هي الحقيقة لأنه بهذا التعصب في حقيقة عم تنخفى بصراحة في حقيقة عم تنخفى وعم تنحط محل للإشياء التعصب والشدة التستر بالدين اكزاكلي اكزاكلي هذا هو بعدين العنف العنف والتحرش بالمرأة هذا أمر مرفوض في بلادنا العربية هذا التحدي في بلادنا العربية لأن هنا في قوانين في قوانين الشخص اللي بتحرش بروح فيها خمستاش عشرين سنة في السجن صحيح صحيح بس ببلادنا للأسف هذا موجود هذا موجود وهذا عم بضعف المرأة لأنه عم بيكون أوقات من العائلة نفسها أوقات من العائلة نفسها التحرش ولازم يكون صادقين ونواجه هالشي ونواجه ونحكي بهذا الأمر ونعلم أولادنا ونعرف ونحمي بناتنا بالمعرفة نفهمهم إنه هذا الأمر مش مقبول وأي شيء بيصير معنا لازم يكون فيه بالمقابل نقدر نحل ونساعد حتى تطلع المرأة من هذا الوضع تعارفة أكثر ما بيخافوا من الله صحيح وأكثر ما بيخافوا على البنة نفسها على المرأة نفسها يعني آه خليها مسطورة بدناش يعني 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 مستعدين إنه يدمروا للمرأة وفي بنات تدمرت وفي بنات تدمرت بس حتى ما يقولوا عنا شو بيقول عنا الناس وشو بيقول عنا المجتمع يكون مؤمنة في المسيح برضو وسنين وسنين وبعدها مش مش فيه تحدي إنه نخجل نقول إنه صار معنا كذا وكذا ونرفع الصوت ونقول يا عم سعدونا في التحديات هذا الموضوع كتير صعب بالبلدان العربية موجود موجود كتير طالما ذكرت هذا الموضوع شو رأيك في الزواج المبكر أنا ضد الزواج المبكر مية بالمية أنا تزواجت عمري 28 سنة 28 سنة كلهم يقولوا اللي نفرح منيك وأمتي بديك تتجوز وهالخبريات كلها وأنا ما أرد أنا رح أتجوز الوقت اللي أنا بكون جاهزة فيها أتجوز أنا مع البنت تتزوج مش بعمر وبكر أبدا تكون ناضجة تكون تعرف مين عم تختار وهيدي واحدة من المشاكل يلي منعنيها إنه ما منحضر أولادنا للزواج هادي واحدة من الاشياء هادي واحدة من الحلول لازم نعملها لازم يكون فيه كاونسلينج للبنت اللي بدت تتزوج لازم هادي مش موجودة ببلادنا أبدا نحضرهم شو الزواج شو مفهوم الزواج كيف أنا بدي أقدم على هيدا العمل أنا بتذكر رحت على السودان بحكيت عن هيدا الموضوع صدقني صدق الستات كلهم مزوجين يلي عم يحكوا إنه ياريت حدا نخبرنا كيف اختار شريك الحياة والحق يقال إنه اليوم كتير في الكنيس عم بوعوا في هذا الشيء بحيث أنه بيعطوا سمينارات للخطاب قبل حتى هيدا هون لا كمان في بعض في بعض الدول العربية في بعض أنا بشجع هذا في بعض الكنيس يعني مش كل الكنيس هذا كتير مهم هذا كتير مهم وخصوصا النساء الضعيفات الموجودين في الريف يعني فيه كنائس فيه سيدات واجهتهم حقيقة ما بيعرفوا شيء ما بيعرفوا شيء فهو الناس نحن بحاجة إنه نصلوا لازم يكون فيه مقتمرات لازم يكون فيه تدريب لازم يكون فيه خدمات توصل لهذه الأشخاص حتى نساعدهم هل فيه تحديات أخرى؟ بالنسبة للمرأة المسيحية بدي أقول اللي بيفرق إنه بتفقد التدريب على الخدمة يعني ما بتنعطى مجال إنه تخدم ما بتنعطى مجال وطحها الفكرة أكتر يعني دايما الخدمات لازم تكون من دور الرجال أو الشباب في الكنيسة لكن ما بتنعطى المرأة مجال إنه تخدم إنه تتدرب إنه هي تدرب غيرها إنه تكون عندها موقع رائد يعني إذا ما في حدم بالكنيسة أوكي بنعطى الإخد تخدم إذا فيه رجال لا بنعطى الأخ هو يخدم المرأة هي دورة مهمش تعلم مدارس أحد عم نعمل تدريب كيف تعلم مدارس أحد مثلا المرأة ولا تعلم مدارس أحد بيحكي له نقصة للأولاد وبيمشي الحال يعني هذا كتير مهم نطلق للخدمة للخدمة تخب تروح عند الناس شو هي الخدمة؟ المسيح شو إجا خدم إجا خدم بحياته بحياته العملية وأنا بقول ست الحبايب دورة إنه نخدم بحياتنا العملية حياتنا هي الشهادة نحن النور نحن مش ضروري إنه نحكي كتير حياتنا بتحكي حياتنا هي النور يلي بتدل الناس على المسيح يعني موضوع كبير كبير أخت إليان في الغرب فيه قوانين بتحمي بس في الشرق يعني مش كل القوانين بتحمي صحيح فبدأيما بتحس كأنه وحيد ملهاش سند صح في الموضوع مية بالمية هذا كتير مهم إنه هالقوانين تتغير وهيدي الإشياء تتغير أولا بالكنائس تتغير أولا بالمجموعات المسيحية يعني إذا بيصير فيه هيدا التوعية بفتكر إنه كمان فينا نعمل فرق فينا نعمل فرق طبعا أنت بتقوم في خدمة ست الحبايب وحكيتي عن التحديات والتحديات صعبة بصراحة مثل التحرش والعنف والزواج المبكر وعدم الثقة بالنفس وكل النقاط اللي اللي حكتيها طيب كيف فيك تساعد أن تواجه هاي التحديات أنا بقول يلي عم نقدر نعمل بست الحبايب وإن كان محدود لأنه طبعا أنا ما فينا نغطي كل هيدا الأمور لكن منحاول أول شي نفتح مجال أنه يكون فيه دورات نعمل دورات تدربية نحكي عن هاي الموضوع بدون خجل بدون خجل يعني أنا بذكر مرات كثير حكينا مثلا عن ياخد البنات ويشغلوهم بالدعارة هذا موضوع قليل ما نحكي فيه بس جبنا ناس اختصاصيين حكيوا عن هالموضوع وواعه المجتمع يعني وخصوصا إحنا بكندا المرأة العربية بكندا ما كانت تعرف أنه ممكن بكل بساطة بنتها تروح هيك شو لازم تعمل كيف لازم تنتبه بمين لازم تتصيل كيف لازم تربي أولادها يعني فيه مواضيع منحكي فيها يمكن منسميها تابو منسميها أنه هاي موضوع ما لازم منحك فيها عن الجنس بالزواج عن علاقات المرأة بالرجل كل هاي الأمور كلها ويتاكلت كلها منحكي فيها منعمل دورات وبالنحية تاني حتى نعيد الثقة للمرأة منعمل دورات كمان مهارات منعلم السيد كيف تشتغل بإيديها كيف تعمل هر قوم بزنس هيدا كمان منعلمه حتى السيد كمان هون تقدر تجي وتتكل على نفسها يمكن ما تكون متزوجة وما في أصعب منها مرأة غير متزوجة تجي على كندا وتكون لحالة وتقدر توقف على إجرية إذا ما كان عندها علوم عالية كثير صعب سو بدأ شي بإيدة مهارات هيدا كمان منعلمهم للستات منعطيهم دورات منعلمهم كل هاي الأمور فهيدا الأمور بتساعد كثير حتى نقدر نوقف حد كل هالتحديات يلي يلي ذكرنيها طبعا أنت عارفة أنه خدمتنا يعني هي بتصل تقريبا لكل أنحاء العالم في اللغة العربية من أستراليا لأمريكا لكن الشريحة الكبرى اللي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي الدول اللي فعلا يعني تتكلمت عن هاي المشاكل إحنا فعلا منعاني من هاي المشاكل فأنت عم بتحاولي تساعد من خلال السمانرات والتعليم وتكون واضحة يعني في وضوح في التعليم بكل بساطة أن المرأة تعرف دورها وقمتها وهذا اللي أنتو بتحاولوا تعملوه أنا بصراحة بدعي العالم العربي وبدعي الكنائس أهم شيء بالعالم العربي اللي عم تسمعنا أنه اجتماع السيدات يلي أنا حقيقة أنا دز أبوينتد بكل اجتماعات السيدات اللي بتصير ببلادنا كتير حلوة وصلاة وترنيم ووعز وكل ما يلزم لكن خلينا نروح على البراكتيكال أنا بدعي اجتماع السيدات في العالم العربي يبلشوا شيء مثل خدمة ستة الحبيب بكل بساطة في ستات عندهم مقدرات الكنيسة عندها مقدرات الرعاة عندهم مقدرات طب ليه ما بنخلق خلية خلية من النساء تقدر تنفتح على المجتمع حواليها على الكميونيتي وتبلش هي تدرب بتزيد ساقتها بنفضة أول شيء بيصير عندها عندها مجال للخدمة نور المسيح اللي فيها بأثر باللي حواليها نفتح المجالات ما يكونوا اجتماعات السيدات اجتماعات فقط للاشياء اللي منعملها الروتينية لأنه بالحقيقة تيجي وقت بتصير مملة وبصير العدد يضاءل واخر شيء بيصف الختيارية هن موجودين في اجتماع السيدات والشابات راحوا للعالم طب ليه عندنا مجالات كبيرة أنا بدعي أنا بدعي كل كل الاجتماعات كل النساء بالعالم العربي يقدروا يعملوا شيء لهالمجتمع اللي حولينا لأنه المسيح شو طلب مننا نكون نور للعالم صح؟ أكيد كيف بدي يكون نور للعالم إذا أنا بيجي على الاجتماع بقرة وبصلي وبصلي أنا وأخواتي وهذا رائع كتير وبظل قعدة محلة وما بظهر للناس ما عملنا شيء إنه الكنيسة لازم تطلع خارج الأسوار مية بالمية أنا مع هذه الفكرة وخصوصا للسيدات هلأ أنا بقول شق الرجال وخدمة الكنيسة ظاهرة وعم تشتغل لكن بدنا الشق التاني اللي هو النساء لأنه اليوم ولا ست رح تجي تحكي لك مشكلتها إلك أبدا رح تجي لعندي تحكي لي خلينا أعطيها مجال أكيد والمحبة هي أهم شيء يعني وأنا بقول أنه البيت كمان له دور طبعا البيت له دور كتير كتير مهم إذا البنت أو حتى الشاب يعني ما وجد هذه المحبة في البيت رح يبحث عن محبة تانية مية بالمية وممكن محبة خطأ مية بالمية إذا الشاب والبنت ما أخدوا محبة من أهلهم ما بيعرفوا يعطوا المحبة وما بيعرفوا يكونوا محبين لرجالهم ولنساءهم هذا كتير مهم هذا بالتربية هذا قسم تاني لكن كأمرأة خلينا نمكن نساءنا وسيداتنا والمجتمع المسيحي نمكن السيدات أنه أنتم قادرين تعملوا فرق بالمجتمع فرق نور لكل الأمم نور لكل الأمم رائع خلينا نكون نور لكل هالستات الحوالية يحبون أحضنون اهتم فيهم أنا بقول لك بستة الحباب بيجينا ستات من كل الخلفيات من كل الخلفيات بس يفوتوا على ستة الحباب بيقولوا الشيء اللي بميز بهذه الخدمة أنه بحبونا بيهتموا فينا ما فيه تفرية ما فيه عنصرية ما فيه أنت هيك وأنا هيك ونور المسيح بيبين أكيد أكيد يعني أنت بتتكلمي أجا في بالي يعني ست كانت تلميزة للرب يسوع المسيح اللي هي مريم المجدلية مريم المجدلية رب تعمل معها أنقذها وأخرج منها مثل ما بيقول الكتاب سبع شياطين بعدين أصبحت تلميزة يعني الشيء المسيح كان رباي كان معلم والمعلمين بالنسبة لليهود الرباي دائما عندهم تلامذة حتى المرأة لم تكنتش تتعلم في المدراش أو في السينيغاغ في المجمع إلى آخره ولكن برضو مع المسيح كان في نساء كانوا بيتبعوه وكانوا بيسمعوا التعليم وكانوا بيتعلموا الشيء اللي بميز مريم أنه ضلت مع المسيح للصليب صحيح للصليب صحيح في الوقت اللي التلاميذ هربوا وضلت يعني ماشي معالى الدفن تعرف وين الدفن المسيح وبرضو ضلت معالى القيامة اللي كانت المبشر الأولى للقيامة يعني مرات كتير إذا إذا المرأة بدت ترث لنفسها ولحالها ولوضعها مش رح تتطور ولا تتقدم صحيح بأعتقد هذا الشيء اللي أنتو بتقومه فيه مية بالمية المرة ما لازم تبكي على وضعها أبدا وما لازم تكون هل أدح السيسة أنه أنا ما بقدر أعمل شيء لأ أنت بتقدر تعملي شيء وانت بتعملي فرق وانت قدرت غيري وانت يكون لك صوت وانت قدرت تعملي فرق ببيتك بمجتمعك بكنيستك بس خلي يكون عندك ثقب الراب يلي فيكي المسيح فينا هو الرجاء المش صح؟ أستطيع كل شيء في المسيح يسوع هاي أستطيع كل شيء مش للرجل هاي لإلي هاي لكل أمرأة أنا قدر أعمل تغيير فخلي يكون عندك هيدا المفهول ذكرت أنه النساء يعني كمان يكونوا نور وملح ويكونوا يعني مش بس في داخل الكنيسة خارج الكنيسة أنه شهادتهم تبين لو حبيت تحطيها في ثلاث أربع كلمات اي الشيء اللي أنا عارف أنا بحكيها عشان بمختصر تحكيها اي اللي لازم يتعلموا حتى يطلعوا في هذا التعليم لبرا أول شيء بدون يعرفوا أنه هني بقدروا يعملوا هيدا الفرق بدون يفهموا هاي الفكرة بدون يقولوا لحالهم أنه أنا بقدر أعمل تغيير بدون يشوفوا وين في مطارح بتعلموا بتعطيهم هيدا تورس حتى يطلعوا من التأليد حتى يطلعوا من شو تعلموا حتى يطلعوا شو بقلوا المجتمع بدون يطلعوا من هون لأن المجتمع ظالم المرأة حقيقة ظالم المرأة، يريد أن يطلعوا من هنا يريد أن يقفوا على إجريهم فقط يأخذوا هذه الطول والمسيح يعطينا هذا الرجاء هذا الرجاء هو يعطينا القوة نحن حقيقة شغلتنا ندل على المسيح مثل ما عامل يحنى ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص، أنا لا أقول مرأة تبين، أنا أقول مرأة تبين من خلال المسيح الذي فيه، المسيح الذي فيه هو الذي يريده يبين هي بس بتكون الإشارة، هي بتكون الدليل، هي بتكون النور بس هي بتكون عندها شي تعطيه مش هي بتكون مظلمة هي بتكون زعلانة، هي بتكون مكتئبة، هي بتكون حزينة، هي بتكون عم تبكي على حالة، هي بتكون أنا ما بيطلع مني شي، لا أنت بيطلع منك شي أنت بتعملي فرق، أنت حلوة، أنت محبوبة، أنت زكية، أنت بالرب مختلفة، فأنت فيك تكوني مختلفة وتمييزها طبعا يوحد من أجمل القطع في الكتاب المقدس اللي يتكلم عن المرأة أمثال 31 امرأة فاضلة من يجدها يعني بتشوفيها شيء بيزنس وومن بتلاقيها يعني بتهتم في البيت بره وجوه والرجل جالس في الأبواب بسبب يعني شو عملت المرأة شورك بهذا الإصحاح رائع هذا الإصحاح حقيقة أمثال 31 إذا بندرس كتير فيه إشي حلوة على المرأة كتير إذا كل واحدة مننا فيها تكون مثل أمثال 31 بتشوف أرض وتشتريها وتخطط على الزمن القاتي بتخطط بتشتغل بيدين رضيتين بتشتغل لوليدة بتعمل بتربي يعني هيدا المقطع بشكل الشي اللي عم نحكيه على المرأة هيدا إذا فينا نحطه بكادر وكل أمرأة يكون عندها وتعمل عليه وتحط بلان كيف هي تقدر توصل منوصل بس بدا تحط الخطة ونحنا بحاجة ساعد هذه المرأة كيف تحط هذه الخطة وكيف تظهر للعالم وتكون أحلى بزنس وومن أكيد أكيد مثل ليديا بقعت الأرجوان طبعا صحيح طبعا إحنا فيه يعني أمامنا دقائق معدودة أخت إليان يعني وأنا عم بطلع حتى يعني الأمور اللي كنا منحكي فيها قلت المرأة إنساني هي نفس وروح وجسد بعدين اتحكيت إن التلاميذ في القارب ممكن تشاركينا في هذا الموضوع حقيقة أنا دايما بشبه خدمة ست الحبايب لشغلتين مثل البير يلي قشت السامرية عليه ست الحبايب هي البير المسيح قاعد هناك والسامرية هي كل الستات اللي بيجوا على هالبير لحتى يتلاقوا مع المسيح وهي نفس الشي مثل قصة القارب فات المسيح على القارب ونام وارتاح وطلعت العاصفة والتلاميذ ما عارفوا شو بدون يعملوا القارب هو ست الحبايب بس نحنا كتلاميذ شغلتنا نوعي المسيح ونقل له قوم شوف هالستات شو بدون قوم يا رب وشوف هالستات اللي مهمشات الضعيفات المنكسرات يعني هاو الستات يلي هنم هشبين يلي العالم والتقاليد عملت فيهم كل هيدا الأمور يارب انت اتدخل مش نحنا نتدخل نحنا بس بدلا ندللهم على الشخص يلي قادر يساعدهم وهو قادر هو بس قام هدى البحر بكل بساطة بس المسيح يكون موجود بأي خدمة بأي مكان هو ضعيف بصير بطل والمهمش بيقف على إجريه المكسر والمخلع بيقف وكلنا سوا فينا نقول يا رب اشتغل فينا وعمل فينا حتى نقدر نعمل هيدا العمل يعني في أبطال الإيمان في عبرانيين 11 واحد من الآيات اللي بتلمسني في آية 35 بيحكي عن أبطال مثل بالإيمان قهروا ممالك صنعوا بالرنال مواعيد سدوا أفواهوا السود أطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا أشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء أخذت نساء أمواتهن بقيامة وآخرون عذبوا ولم يقبلوا يعني في أيام التعذيب في أيام الرومان لما منقرأ تاريخ الكنيسة كيف الأم يتشجع ولادها اللي راحين يطعموا للحيوانات المفترسة تشجعهم منه بعد قليل راح نكون مع الرب يسوع المسيح فعلا نساء مليانات إيمان وبعدين خلال الحروب وخلال الوباء وخلال هذه الأيام اللي منمر فيها عم نشوف كتير نساء بلعبوا دور في التشجيع وأنواقفات مثل الأسد حتى يشجعوا الناس نعم أمين أكيد أنا فين أقول وإدعي كل نساء أنه يكونوا بطلات يكونوا أقوياء يكونوا أشداء يكونوا جهزين ويأخذوا كل شيء بيقدروا يقفوا في الثغر يوقفوا في الثغر لأنه نحن بحاجة أنه نوقف وقفة وحدة كسيدات كأشخاص مؤمنين كستات مؤمنين نوقف وقفة وحدة ونعمل فرق لازم نعمل فرق لازم يكون قلنا صوت لازم نحكي لازم نخبر حولينا ما لازم نسكت أبدا مهما حصل شو كانت الظروف أديك كان فيه اكتئاب وجهل وحزن وشو ما كان عندك مصاعب بدعيك اليوم أنك تتمسك بالمسيح وتقولي أنا مع المسيح أستطيع كل شيء فيه طبعا الخدمة في لبنان أنا امرأة والخدمة في نورث أمريكا ستة الحبايب لو حطيت تحطيهم في بعض أنا امرأة أو ستة الحبايب أكيد عندك نصيحة أكيد عندك رسالة هاي الكاميرا قدامك خليها نسميها امرأة عم بتشاهدك شو عاوزي تخبر المرأة أنا بنهاية هاللقاء أحب شجعكم وقالكم كونوا ستة الحبايب كونوا أنا امرأة يعني إليك صوت ستة الحبايب وأنا امرأة هي خدمة حتى تخدم النساء العربيات وين ما كنتوا فأنت ممكن تكوني وحدة من هالنساء ممكن تعمل خدمة مثل هاي الخدمة بالتمام وتوقف يكون إليك صوت وتغير المجتمع اللي أنت فيه أنت تستطيع كل شيء وصدقيني مع المسيح لا يعصر عليك أمر مع المسيح المسيح فيك هو قادر يعطيك القوة يعطيك الجراءة يعطيك الثقة بالنفس يكون عندك أنت الصوت للتغيير للبنيان لحتى نتقدم جميعا ونعمل فرق في هذا المجتمع أخت إليان لو حب أي شخص حب يتواصل معكو كخدمة أي العنوان أو كيف ممكن يتواصل ممكن نحطها على الشاشة رحي تحط على الشاشة طبعا في عنا صفحة على الفيسبوك في عنا ويب سايت ممكن يتواصلوا معنا ممكن نتواصلوا فيه الويب سايت الويب سايت اسمه beloved woman beloved woman beloved woman بالإنجليزية سجلناها beloved woman لأن ما فينا سجلها ست الحبايب والفيسبوك والفيسبوك اسمها ست الحبايب beloved woman ممكن مرقوا على الشاشة كمان طيب كتير أحلى وصحلى فإذا الموضوع بسيط جدا بتقدر تفوت على beloved woman أو ست الحبايب في اللغة العربية سواء على الويب سايت أو على الصفحة الفيسبوك وفيك تتواصل أو تتواصل مباشرة مع خدمة ست الحبايب مع الأخت إليان شكرا نحن مش عارفين كيف نشكرك أخت إليان رب نيباركك أنا اللي بدي أشكرك أسيس لأنك أتحتلني هالفرصة احكي مع الستات يلي هني غالين كتير على قلبي أنا بالنسبة إلي هيد الخدمة الرابعة عطنيها بال2006 وعطيني هالفجن لليوم وما زالت الخدمة وما زالت شهادتك واسمك لامع أخت إليان رب نيباركك ويبارك خدمتك يعني بالجدير بتذكر أن الأخت إليان كمان هي زوجة راعي زوجة قصيس بضيف على المهم بتبعتك مهام أخرى في موضوع الرعية رب نيباركك وأكيد رح تكون معنا في حلقة تانية شكرا إخوتي وأخواتي أنا عاوز أشجع كل مشاهد كل مشاهدة المسيح نفسه ركز على فكرة المساواة رجل واحد امرأة واحدة يكون الاثنان جسد واحد المسيح علم عن المحبة المتفانية المحبة المضحية المحبة الغير مشروطة محبة بلا حدود هذه المحبة اللي بتلمس كل مستويات المجتمع على فكرة المحبة لغة حتى لو كان في اختلافات تأبناتنا بغض النظر شو خل فيتك اللي بيجمعنا هو لغة المحبة لغة المحبة الكل بيفهمها والكل بيحبها والكل عاوز يتلامس ويتعامل معها بصلي من كل قلب اليوم إنه فعلا ربنا لمسك من خلال الرسالة ولكل أخت بتشاهد ثقي إنه إليك دور مهم جدا في ملكوت الله استخدم هذا الدور وتكون بركة لكل من حولك إلى اللقاء والرب يبارككم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر